ولقيت ايدة صغيرة ومسخة ومادة لي وحد الوردة بيضة تلفت ولقيتها بنيتة صغيرة هزا الوردة بيد وحمر كتبير شفت فيها باعجاب وتعجب اعجاب حتها بلاتني وبتعجب علاش عطاتني وردة وعلاش بيضة ماشي حمرة قلت لها شكرا بزافة حبيبة شنو سميتك قلت اسميتي آية قلت اسم على مسامة وانتي فعلا آية من الجامع واللي تكندحك حتضراتني كرشي بالضحك قلت الله شحال جيتي زوينا وانتي كتضحك قلت علاش عطتيني وردة بيضة وماشي حمرة قلت الجوج اسباب قلت لها واشنا هما وهي تقول اول سبب كنتي كتبكي حضا البحر ولي كيبكي حضا البحر كيكون مجروح من الحب والاحمر كيدل على الحب انتي ما محتاجاش وردة حمرة تفكرك فيه محتاجة بيضة لون السلام قلت ليها اه ها واشنو السبب التاني وهي تقول السبب التاني البوشيطة ديال تيديفون ديال الرجاء يعني الرجاوية ما غتقبلش وضحها مرة قلت ليها اعفريت انتي فين كتعرفي الحب والجرح والسلام الداخلي وهي تقول الدنيا كتعلم اللي مايتعلم سولتها اش حال في عمرك وقالت من الصباح وانتي كتسولي فيا وجات نوبتي باش ندير ليك لانكات قلت ليها تفضليه لالله وقفت وتقادت معايا اقوب شات هزيت حواجبها وقالت وهي مغلدة صوتها اسميه تمك اسميه تباك اش حال في عمرك وقت وقوع الجريمة فين كنتي بالضب يلا هجوبي شتت بالضحك وليت مجبدة في الرملة وشات ذكر شي وكان دحك قيت ندحك حتى بديت كنتكي اي حتى هي طاحت حدايا وبدت كتقلدني صافي كملات لي الباقي ما بقيتش قادراة نحبس الضحك هيد البنت سطاتني دوزت معاها وقت واعب تغدينا بجوج وبقينا حتى ضلام الحال قالت نيري انا تعطلت سولتها فين كتسكني وش كتقراي قالت عايشا مع بابا ومراتهم كرفسع لي بزاف هي اللي كتخرجني للزنقة كتقول لي ما ترجعي حتى تجيبي معاك ميتين درهم سرقيها ولا شو فيك تديري ليه او بابا عارف هاد الشي قالت اه عارف اصلا بابا بحال ليلى ميت ما مسوقش لي بابا بقيت فيي بالزاف واصلا وليت كنحماق عليها وقررت تنديها معايا سولتها ايا اشنو بايليك تمشي معايا للدار قالت ما كراتش ولكن من لي رجع غدا تصلخني لعقروشا سلخد يلك لا وما فيي ليا كلها تاني باركة غير الحرقة اللي حرقاتني البارح اشنو انا شوف ووراتها لي جاتني البكية قلت واش هادي حيوان ما كتحش يلا انتي غدا تمشي معايا وغتبقاي معايا اش بالك تعيشي معايا ايا غدا تطير من الفرحة وقالت بالصاح غديني معاك وما تخلينيش ما غايجيش شين هارو تهربي فيه علي بحال ماما ما غتخليش علييا ياك وبدأت كتبكي وانا بديت كتبكي معاها لا عمري ما غنتخلى عليك يلا مشينا ايا عينيها لمحو كانت غدا تطير بالفرحة قالت لي اه انا مشي معاك وشديت تاكسي ورجعت للدار لقيت يحيكا يتسناني وبدأ كيغوت فين كنتي خلعتيني عليك قلت لي ماشي وقت الهضرة هذا انا ما جيتش بوحدي جبت معايا الدياف قال شكون هاد الدياف قلت لي ايا حبيبة دخلي دخلت مهبطة رأسها خايفة من يحيا قلت لي ايا ما تخافيش وهو يسولني شكون هاد المتشردة قلت لي هادي اسميتها ايا ماشي متشردة وغدا تعيش معانا هنا وهو يقول اللا مستحيل هاد الشي قلت لي يا قلت طلبي اللي بغيتي ومستعد تدير اي حاجة باش نسامحك ايو هادا شرطي الوحيد باش نسامحك يحيكا يقول رجعت للدار مع الخمسة وملقيتش بسمة جلست هاد المرة في الدار وتسنيتها حتى وكانت رجع على خطرها ولكن تعطلات وبديت كان تفقس غير رجعت مش عارش بديت كان غوت عليها حتى قالت لي يا جايين مع هاد الدياف فاش شفت شكون هاد الدياف تصدمت جايبة ليا متشردة من الصنقاء موسخة وقالت لي تعيش معانا لا وماشي غير هاد الشي شداتني من دراعي واللي كيدرني من الفوق قلت لي ها بسمة مشكلتنا بوحدها وهاد البنت بوحدها ما تدخليش شيفش قالت انا اصلا كنت عوالا رجع لدارنا اليوم قبل غدا وكن ما شفتش آية كون والله لش فتي وجهي هنا قلت لي ها بسمة انتي كديري هاد شي ضد قالت اللي عندي يا يحياء قلتو إلا بغيتي نكمل معاك في هاد اللعبة شرطي هو هادا دابا جاوب إلا آه مرحبة وإلى اللعبة نخرج أنا وياها دابا نيت قلت لي ها بسمة عافك يكب لي عقلك هادي ما عرفنا أصلها من فصلها وش كون عرف تكون معاشي عصابة ولا يجي ويقولوه واختفناها ونوحلوه في شي مشكلة قالت آية أنا متأكدة منها غير ارتاح البنت ضروفها خيبة مرات بباها كتتعدى عليها بالضرب وكتصيفتها للزن قد جريسي وآية وخص غيرها بعقلها ما بغتش تشفر خدامك تبيع الورد وفي العشية كتدي الفلوس لمرت بباها وهاد الشي كله غير باش تلقى في نتبات قلت بطابعة الحال هاد الهضراء عوداتها ليك هي وانتي هي طيقتيها قالت بسمة آه طيقتها حيت عينيها باين عليهم الصدق حيت آية بحال ملاك آية آية فينك وبدت كتلفت كتقلب عليها آية آية فينك من لي كنك نهضره آية سلتات وغربات وهي تقول بسمة صافي هاد الشي اللي بغيتي هال بنت مشات يعلم الله فين غدا تمشي والليل هذا واش انت ما كترحا ما تخلي رحمة ربي تنزل ومشات بسمة كتشري باش تقلب عليها وتبعتها حتى انا قلت لها بسمة فين غدا الليل هذا الليل غير عليك وعليا أما آية لا بنت صغيرة ومرحمتيهاش أحرام عليك قلت فين غدا قالت تفرق مني بعحد مني غدا نقلب عليها وانت اللي بنتنا صافي تسالة قبل حتى ما يبدأ انا كرهتك قلت بسمة عافكي ما تقوليش هكا انا غنقلب محاك عليها وما يكون غير خاطر سنيني انا غنجيب الطموبيل انتي سولي البوابة مني ندست مشيتها جبت الطموبيل وتبعناها من الاتجاه اللي نعتلنا البواب اولو ما لقيناهاش ادبول الارض اتشقات وبلعاتها ساعتين وحنا كنقلبه ومشينا حتى الكورنيش عين الدياب فينا اطلقاتها وما لقيناهاش ورجعنا للدار بس ما كتبكي وما حاملاش تشوف فيها قلت ليها ما فهمتش سبب تعلقك بهذا البنت وهي تقول حتى انت ماشي انسان طبيعي كيحس بالناس وبالأوجاع ديالهم كون كنتي حال الناس كون فهمتي علاش قلت بسمة عافكي انا رغماشي خيبة لهذا الداراجة قالت انت خيب كتار من هاد الداراجة كتار ما كنت تخيل قلت ليها شوفي كان نواعد غدا غنقلب عليها ونجيبها حتى لعندك غير سيري ترتاحي عافكي قالت اللي سمعك هاز ليه الهم دابا ما يتيقش هو هدا اللي صباح كان كيهيني في عراضي وفي شرفي اللي شاف المحنة والخوف اللي نازلين عليك دابا ما يقولش هادا هو اللي مرحنش طفلة باليئة وجرحها حتى هي انتا ميمكنش تكون طبيعي ومديت ليه التليفون وقالت هاك شوف شديتو وشفت كريشة اعيا محروقة وملتاهبة ورجلاتها وإيديها حامرين سيكاتخيز دل حريق بقيت مصدوم بقيت فيها قلت ليها شنو هاد الشي قالت هاد الشي اللي كتعاني منه اياه كلنها الى ما دخلتش في إيديها ميتين درهم واليوم غترجع وغتعذبها مرتبها بسبابي انا حيت ما خدماتش وحيت فشفتني كان بكي نسات همها هي ونسات اشكيت سنها الى ما بعدش الورد وجات لعندي كتواسين جات بحال رحمة ربي نساتني في كل شي وبفضلها هي دوزت اسعى ديون في حياتي وكتقول عليها انت متشريدة مصخة هاد المصخة حسن منك وحسن من الف بحالك اللي نقا يوكي شعلك ولكن الحقيقة لداخل ديالهم اكحل من الكوستيم اللي لابسين ومشات لبيتها وبقيت الهضرة بسمك الدور ليفراسي فعلا تصاور اللي وراتني كيبينو باللي هاد البنت صغورة هي مسكينة ومضلومة في هاد المجتمع والدليل على حسن نيتها فاش سمعتني ما بغيت هاش تبقى معانا نساحبات بلاحس بقيت فيا آية بقيت كنقلب في التصاور اللي في تليفون بسمة وشفت التصاور اللي تصوراتهم اليوم هي وآية كيبانو بجوجات بحال ملائكة فرحانات وركزت في ملامح بسمة فعلا فرحانة بالزعف انا صباح جرحتها وآياء دواتها انا فعلا غلطت فاش قسيت على ديك البنت شفت تصاور آياء وحسيت بها بحال بسمة نفس الملامح البريئة وقررت نقلب عليها ونصلح غلطي اولا باش نراضي بسمة وثانيا باش نعتق البنت وثالثا باش نريح داميره مالي على هاد القسوة كلها فين غادي الدنيا اش فيها قاع من غير العمل الصالح وشديت تصاور اعياء وصيفتهم من تليفون باش غدا نقلب عليها ومنجي احتى نلقاها كتقول بسمة ما تيقتش بلي يحيا ما حنش احتى في بنيتها صغيرة باريئة الزمان قاهرها ماماها ما قدداتش على الفقر والعيشاها المكرسة وهربات وخلاتها مع باباها ما حناتش فيها مسكينة من صغرها كتعان تحرمات من حب وحنان أمه كتسواج ما تستاهلش تكون أم البنت كتهبل بحال آية الزين والدكاء والطيبة الزين والدكاء والطيبة بها احتى هود ووجه بمرأة صدقات ما كتولدش وفي بلاست ما تعود حرمانها من هاد النعمة بآية كتنتاقم منها كأنها هي سبب مجتمع معاقبها مجيد كل واحد كيفكر غير فراسه وفي مصلحته القوي قي حقر على الضعيف قانون الغابة اللي خدتان كل شي ولا هماجي وكل شي قاسي كل شي آناني احتى وحد ما كيفكر في الأخر ضرني قلبي بستاذ واتحركوا عليها قاع المواجع القديم الجديد بداية من موتختي الجرح يحيالية الفقدان آية من بعد ما لقيت معاها الأمان الداخلي اللي فقدتو هادي سنين اعلم الله بحالها يعلم الله بحالها واش وصلت لضال هم ولا اللا واش مغطية ولا بردانة واش واكلة ولا جيعان واش وصلت ونعسات ورتاحت ولا ضرباتها تاني ديك اللي ما تسماش ولا ضرباتها تاني ديك اللي ما كتخافش من الله ما جانيش نعاس نهائية بقات ملامح آياء بين عينية ضحكتها وهضرتها كل شي فيها كيبان قدان عيني ما نعست ما شفتو ديك الليلة قررت غيري طلع الصباح ونخرج نقلب عليها ديك الليلة دولتها في الصلاة ودعيت ربي يجمعني بيها وتكون بي خير يا ربي تحميها يا ربي تكون معها يا ربي أنت أحن وأرحم مني عليها يا ربي ما تضربهاش مراتبها يا ربي حميها منها ويا ربي نلقاها ونرشحها معايا غير طلع الفجر وصلت والبست وخرجت كنقلب عليها شي ثلاثة ديال سواع وأنا كنقلب ووالد شوية يحياك يسوني ايش بغا قلت له ايش نبغي قال فقت وما لقيتك ش فينك قلت له وش ثوقك قال بسمة عافك يجاوبيني فينك قلت له خرجت كنقلب عليها وهو يقول فينك أنا نجيل عندك ونقلب عليها بجوش را أصلا كنت ناوي نقلب عليها قلت بلاش ما كينا علاش نقلب عليها بوحدي وطفيت التليفون وبقيت كنقلب عليها ووالو ما لقيتهاش سولت عليها فين لقيتها رجع مورا ما رجعت بشي ساعة وش دق علي في بيتي قال بسمة النهار كامل مخلي خدمتي وكنقلب عليها ما لقيتهاش راني كنلفتش رجالي قلبو عليها غاي قلبو كذا كلها كان واعدك غادي نلقاها را أعطيتهم تصويرتها ورا أعطيتهم تصويرتها هنا انفاجرت بالبكة وجاء يحيى على النقلي وواعدني باللي ما غادي يتاح حتى يلقاها فعلا ما كنلفش رجال ما خلو فين قلبو عليها حتى من تصويرتها طبعوه وفرقوها على الناس وقالوا باللي اللي عندو شي معلومات وصلنا لها غاي اخد ألفين درهم مكافأة دازت خمستاشر يوم كل نهار كيجيونا بزاف ديال المكالمات كلهم كيكذبو احتعي طاتلينة وحدة الفرملية بطرد المخزن قالت باللي البنت لقاوها محروقة ومليوحة في الزلقة ومشينا لعندها كنجري أخيرا لقيناها غير هي حالتها حالة أعدوكو ما تبغيها ليش تكلف يحياء ودها لكلينيك نهار على نهار آية كتتتحسن وحتى علاقتي أنا ويحياء كتتتحسن دو ذات شهر كله في الكلينيك تعال جات الحمد لله قول لا تبيه خير ويحياء تعلق بزاف بآية قول الله كيهبل عليها وطابعة الحال ماشي قدي واليوم غدا تخرج آية وغتمشي معانا للدار ويحياء شراليها بزاف ديال الحويش ودينها للدار أما بالنسبة لمراتب بها ديكلارينا بها عند البوليس أما ببها وافق باش تعيش معانا آية وفي المقابل يعطيه يحياء شي باركة ديال الفلوس وفعلا هاد الشي اللي كان واليوم عارض علينا يحياء اللعشة أنا وآية على برا وحنا دا بلابسين وكنت سنو فيه يجي باش نخرجه كيقول يحياء من بعد ما آية خرجت من الكلينيك دينا هم عنا للدار وتعلقت بآية بلاقياس هي بالصحة عمرها تسعة سنين ولكن ناضية ما شاء الله كتفهم في كل شي سجلتها في إيكول بخيبي بعد صعوبة كبيرة وطبيعة الحال المعارف لهم دور كبير دخلتها للمستوى ديال جرانها وجبت لها أستاذة خاصة للدار باش تعلم هادك شي اللي ضاع منها وبالمساعدة ديال بسمة والأستاذة ديالها هي دكية بزاف وضغية كتستوعب والدكاء ديالها ماشي غير هنا في كل شي فاهمة في أمور الحيات كأنها فاعتها عشرين عام دادت ليان واليوم مشيت الخدمة بغيت نقول مشيت نوجد البلان اللي ناوي مشيت نوجد البلان اللي ناوي حجزت ريستو كامل لعشا ووصيتهم يتكلفو بكل شي الوارد والشموع ويديروا لنا قلصة رومانسية وخرجت وشريت حوايج اللي يقوب بمقام الحدث واخواتهم جدا حيث اللي شرينا في العرس عمرنا ومدرناهم ووصلت لوقيتها وصيفت الشيفور يجيبهم وانا مشيت للريستونس لناهم ووصلوا لعندي مشيت تلقيت ليهم ومديت البسمة ايدي اعطاتني ايدها بستها وحتى ايا حتى هي باش ما يبقاش فيها الحال بس ما متفاجأة قالت شنو هاد الشي كلو قلت ليها هاد الشي كلو على قبلك تفضله جريت البسمة الكرسي باش تقلص وهي تقول اي حيا ما فهمتش علاش حاجز ريستو كامل قلت سمحي لي هادا الرقصة قالت ما كنعرفش جنس ما كيعرف غير الدردك عود الدردك زيد الدردك عود الدردك قلت انا نعلمك قربتها ليها ولسقتها مع صدري وبديت كنهمس لها خطوة اللور زوج القدان خطوة اللور زوج القدان زعماها كنعلمها ترقص ايا كتفيلمي فينا كيف ما اتفقت معاها بغيت هادا اللقطات تبقى عندنا شوية مثليها تلقي انتا حبيبة نبقى وهكا بس ما تظن قاد وهبطت على الكابية وجبطت الخاتم وقلت بس ما تقبلي تكوني مراتي بس ما تفاجآت وانا نقول بس ما جاوبيني تقبلي تكوني مراتي بس ما مرفوعة من هاد الحالة وهي تقول لا لا سمح ليها وخرجات انا بقيت مصدوم اعلاش اعلاش ما بغيتش حسيت بحالة الاخشات في ياموس في قلبي شنو زعمة ما كتبغينيش ولكن عينها كيقولوا العكس اعلاش بس ما اعلاش بس ما كتتقول ما فهمتش علاش ما جاش يحيي الديناء كيف ما قال وصيفت لينا الشي فور ولكن ماشي مشكي غنالقاوك كيتسنانا في الرجل ومعاكي وصلت السقيل والحس مقطوع بحالة الى الدنيا خاوية من بنادم دخلت وانا تصدم فعلا خاوية من بنادم فيها غير يحية الدواو متفيين وكاين غير ضو الشموع وكاين غير ضو الشموع وموسيقى كلاسيكية خدامة والدنيا كلها مفرشة بالورد ما فهمت حتى لعبة ويحيام بالضل ماشي هما هادو الحوايج اللي خرج بهم الصباح جا عندنا وباس ليا ايدي وباس حتى الآية ايدها وجر لي كورسي قلست هاد الشي بستاف عليا ما قدراش نستوعب كنشوفه غير في الافلان رهما ما يمكنش هاد الشي يكون حقيقة وكنعيشو انا انا يا ايما كنحلم يا ايما كنحلم واحدة من الجوج شويا يحيق اللي ينرقص معاه اويلي شي حدي قرصني وبدينا كنرقصه كنت قريبة ليه بالساف لدرجة انفاسه تخلطوه بانفاسي قلبي او لا كيدرق شويا همسلي يفوتني حتى الانت حبيب اغنبقاو هاكا لا لا اهنا لا لا اهنا طلعت لي يا سخانة كاميرا كاشي هادي ما في هاش اويلي ايش هاد الشي يا حيات احنا على الكابي وطلب مني الزواج صافي تبنجت شداتني اللقوة هو كي يسول فيا ويعاود ما عرفش كيفاش حتى قلت له الله وخرجت برا ايش درت يا باسمه علاش قلتي له الله ايك كتبغيه من شحال هادي وكتسنيه يدير هاد الخطوة وهي جي عندي آية قالت ايش نو كتدير يا ماما علاش قلتي له الله علاش كتعدبي راسك وتعدبيه بقيت ثاكتا قالت ماما عافكي ما تديريش في راسك هاد الحالة انا بغيت نشوفكم بجوج ماشي كل واحد عايش في بيت وانتو ما ربي اللي عالم بيكم ما تضيعيش بابا وما تضيعيش راسك شفت فيها وضحكت هاد البنت صغيرة ولكن عقلها كيوذن بلاد شي مرات كنحسها فعلا بنتي وشي مرات كنحسها سحبتي اللي كتفهمني بلاحة ما نهضر غير كتشوف عينيه وكتحس بيه وباللي عندي عنقتها وقلت ليها آية انتي نعمة من عند الله قالت انتو ما اللي نعمة كون ماشي انتو ما كل راني ميتا قلت ما تقوليش هكا ما تتطوريش وجودك في حياتنا اش حال مفرحنا قالت ها انتي قلتيها حياتكم انتي وبابا يحيا مخلوقين للبعدياتكم يلا سر بيعتقي الموقف مشيت رجعت لقيت يحيا باغي خرج وقلت له يحيا انا موافقة قال انا ما بقيتش باغي بحال ليلى صرفقني شويات لاحع لي يو عنقني وقال ما نقدرش الحمقة راني غير ضحكت معك باش تحسير ذاك الشي اللي حسيت بي دارت بك الدنيا ياك دارت بك الدنيا ياك قد ضربتو عم نقطو بالشهد اما آياء بقات كتفيلم فينا وكتعلق وهكذا سيداتي سادتي تزوج العشاق من جديد ورجع المغياج بلون الحقيقة رجعنا للدار ودخلت البيت يالله بغيت نبدل وجايحيا قال لي اختاري دابا يا انا نتحول عندك يا انتي نتحولي عندي قلت لي لا لا بقى في بيتك ونبقى في بيتي عرفتي خلينا خوت حسن وهو يقول ولا عرفتي شنو انا اصلا ممجد كل شي كيفاش ما فهمت وهو يقول عرفتك غدا تزربي حليا داك شي علاش غنزربي حليا عيت الاستاذة ديالا آياء تبات معها هاد الليلة حيت احنا غنخرجو قلت ليه فين غنمشي وهو يقول حتى تشوفي بعيني حتى سمعنا صوت الترسير وهو يقول ها هي جات حلات آياء الباب وخرجنا الكلوا قال يحيا سمحي لنا بزاف برزطناك معانا ولكن معروضين على برا وما نقدروش نخليه آياء بوحدها وهي تقول الأستاذة لا لا ما كين حتى شي مشكين جارني يحيا من ايدي وخرجني كنقول له باللاتين هسا كي بعدها قال لي يا ما عندك مادي ريبي قلت يالله باللاتين جيب غير تليفون قال احتا هو ما عندك مادي ريبي هاد الليلة خاصتك غير أنا وداني يحيا له طيب قلت له شنو شي ننديرو هنا قال زع ما ما عارفاش زع ما ما عارفاش أنا عارفة راسي هاد الليلة غنولي ما داني وانا نقول له لا ما عارفاش قال غنوصلوه وغتعرفه ادخلنا لسويت واعر ديال بالصح ادخلنا لواحد سويت واعر ديال بالصح ادخلت لقيته عامر بالورد والشموع ادخلت للشونفر ولقيته عامر بالورد والشموع جو رومان سينيت عرفت باللي صافي وصلت لوقيته نعطيه حقوقه الزوجية وزايدون رحت أنا كان بغيت قلت له بلاتي خليك هنا وصديت عليها في الشونفر ادخلت فرازه احتمل بارفين ديالي جابه واناش حال قلبت عليها قبيلة واناش حال قلبت عليها قبيلة ودو وزنا دي كلي لا وداز وعامين ودابا تزاد عندنا ولد ثميناه اسلام وهكا واللاو عندنا آية واسلام زينات حياتنا انا ويحيا في ارحاني بحال قاع الناس مره منا جرين ومره سمنع العسر والحب بيناتنا زاد كبر وبلا غياس ونصيحتي لكم ما عمركم تخليوا تجارب الناس الاخرين لفاشلة اضطر على حياتكم ما عمركم تخليوا تجارب الناس الاخرين الفاشلة اضطر على حياتكم وهيكون اقرب الناس لكم ما تسدوش ببانكم لمجرد تجربة اخوك او اختك ولا صاحبتك ولا صاحبتك فشلات او لا تجربة قديمة ديالك وفشلات حيات كيف مقاع الناس حيات الناس ماشي بحال بحال واحتى القصص ديالهم ماشي بحال بحال والعلاقات ماشي بحال بحال كل واحد في هاد الدنيا كيعيش بطريقته وكيفكر بطريقته وكيبغي بطريقته حتى كيتلاقى بالانسان اللي كيكمله واللي كيفهمه بحال حبيبي يحياء الله يخليه لي وهكا سالات قصتنا ديال اليوم كنتمنى تكون نالت اعجابكم وما تبخلوش علينا باللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هكذا قنات بس اشتركوا في القناة